أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام على برنامج ضيف أنفاس ضيفنا اليوم أستاذ زهير الخيار أستاذ تعليم العالي بجامعة الحسن الثاني ضار البيضاء بكلية الحقوق المحمدية وذلك لتصليط الضوء على السياسة المائية بالمغرب أهلاً وسهلاً أستاذ زهير مرحباً بك مرحباً أهلاً وسهلاً بداية الأستاذ زهير ما تعليقكم على السياسة المائية بالمغرب لا سيما بعدما ترأس الملكة محمد السادسة أشغال تتبع البرنامج المائي بالمغرب بداية شكراً على هذه الاستضافة الكريمة بطبيعة الحال هذا البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح الشرب ومياه السقي وبرنامج يبدأ من سنة 2020 أو بدأ من سنة 2020 إلى 2027 بحكم البطء الذي كان ينتاب تفعيل مقتضيات هذا البرنامج فتدخل جلال الملك من أجل تفعيله وتسريعي مقتضياته لأنه يعتبر أن الماء هو قطاع استراتيشن وبالتالي تم تخصيصه أولاً ميزانية إضافية 143 مليار الدرهم وهذه الاستراتيجية في اعتقاده هي تتكئ على أربعة قواعد التي أراد جلال الملك أن يتم تفعيلها أولاً تعزيز التزويد بالماء الصالح الشرب خصوصاً في العالم القراوي الضلع الثاني لهذه الاستراتيجية هو تسريع مشروع الربط للسبوع بالقراقات النقاش الآن مع أمره بحوالي 67 كيلومتر ثم ثالثاً تسريع مشاريع المياه غير تقليدية تحريط البحر وتحاول المياه العادمة وكذلك برمجة سدود جديدة حوالي 20 سد يعني تخزين حوالي 6.6 مليار متر مكعب إذن هذه هي الضلوع الأربعة لهذه الاستراتيجية التي يراد تفعيلها وبالتالي الهدف منها كان هو التحجيل بإجراءات مكافحة أطار جفاف بالطبيعة الحال ما يطرح تساؤلاً أكثر من معمق هو أنه في هذه تصريحات الوزير المكلف يقول بأنه ما بين 2022 و2023 ارتفعت تساقطات بـ 96% مقارنة مع السنة الماضية ومع المعدل الوطني أيضاً 75.6 مليمتر أي وضع بفائد 55% تلوج غطته على مساحة كبيرة من الكيلومترات بالمغرب تقريباً شيء 5.720 كيلومتر مربع أيضاً واندة السدود ارتفعت بحوالي جوش وصيلة 55 مليار متر مكعب المخزون بالسدود ارتفع ولكن دائماً نرى أن هذه مجموعة من الارتفاعات على أرض الواقع لا نرى تأثيرها وبخصوص على الفلاحة هذا كي يبقى كي يطرح سؤال لذلك تم التدخل من أجل سريع هذه الوطيرة لأن هناك لوحدة أن هناك هشاشة بالنسبة للتزود في منظومة التزود بالماء وبالتالي فاعتبره الآن يعتبر أن هذه السنوات الخمسة الأخيرة رهي الأكثر جفافاً منذ سنة 1945 وهنا أتسأل كباحث أيضاً خمس سنوات مرت عجاف ولم يتم يعني محاولة معالج ذلك إلا بعد خمس سنوات كان من الأجدر الحكومات السابقة أو الحكومة أن تدخل في العام الأول أو في العام الثاني أو في العام الثالث أو الرابع أو الخامس الآن نحن نشتغل كما يقول نشتغل تحت الضغط بعد أن تعقدت الأمور بدأنا نشتغل هنا النتائج تكون معكوسة إذن هذا هو البرنامج الوطني في عمومي يرتكز على هذه الأربعة قضل أستاذ زهير ما هي الآثار الاقتصادية للسياسة المائية بالمغرب؟ نعم الحديث عن الآثار الاقتصادية للسياسة المائية يدفعنا أولاً إلى تشخيص الآثار للجفاف على الاقتصاد ومن خلال هذه الآثار يمكنه أن نستنتج الآثار للسياسة المائية على الاقتصاد الآثار للقصادة للجفاف بعدها الجفاف عنده واحدة خاصية مهمة هو أن الآثار دياله لا تكون واضحة على المستوى القصير هي لا تظهر إلا على المستوى البعيد بحال ذاك تقريباً السم الذي يتصرب بشكل بطيء في الجسم ولا يميت إلا بعد فترات محينة وبالتالي كي يبدأ الجفاف يبدأ وبالخصاص عند البهائم أولاً جوة البهائم إلى غير ذلك وبعد ذلك يعمم على الكل ببفهم البشار إذن هذه الخمسة سنوات التي ذكرت قبيلة كانت هذه كان جفاف ولكن أعتاره لم تكن باريزة الآن برزة تبع تشكل ليو كبر إلا ضفنا لها ما يقع الآن من غلاء في الأسعار إلى غير ذلك اللي كان سبب رئيسي هو هذا جزء الجفاف هو جزء منه إذن على المستوى المتوسط بطبيعة الحال سياسة المائية تؤثر على الفلاحة برمتها والمغرب نحن نعلم أنه اقتصاد فلاحي الجفاف يؤثر على استثمار وارتفاع البطالة والأخطر من ذلك الجفاف كذلك يؤثر على التندروس بحيث أن الفلاحين يسعبون أطفالهم من المدارس اللي يشتغلوا معهم في الحقول يعني لم تعود لديهم القدرة لأداء تكلفة العمال بالجفاف كذلك من دونية القورة ترتفع بشكل كبير في حينما يكونوا جفافا إذن السياسة المائية اللي يخصد تكون سيكون للأطار البارغ إن نفدت بفعالي المطلوبة وبالحزم المطلوب فلابد لها أن تعطي الأطار الإيجابية على النمو اقتصادي على اعتبار أن الفلاحة هي الجزء المهم في هذا النمو ومن خصائص الجفاف أيضا هو لا يصعب توقعه لأنهم مرتبطون بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا انتظرنا كما وقع الآن لمدة طويلة على الخمس سنوات فستكون التكاليف على المدى البعيد أكبر الجفاف على تكاليف ترتفع في البلد كله كدهر مشاكل أخرى بحال تراجع حجم الأراضي الفلاحية لأن الناس كيبعدهم الفلاح همشي وبدو كيبني وها إلى غير ذلك وهذا تصحور هجرة الفلاحين إلى المدينة هذه كل أمور إلى ما نتبه لهذه الأطار قد تؤدي إلى أطار وخيمة وبالتالي سياسة المالية المائية التي تقصدر خاصة يكون واحد النوع من الترشيد الفعلي لاستهلاك الماء معنى الترشيد نتكلم على الترشيد ولكن تلقى هناك من مثلا التبخر المياه بعض القانوات التي تمر من مدينة إلى مدينة وهي عارية التبخر لا تردوش للبال فالكمية التي تخرج من بعض يصبح غير نص ديالها أو أقل من النصف إلى الجهة الأخرى خاصة بنية تحتية مائية التي تكون هي جيدة تحافظ على الماء من منبعه إلى مصب خصوصا أن ما يتميز بالمغرب بالمقارمة مع مجموعة الدول هو أن المنابع الأنهار خاصة به داخلية هي لست مرتفطة بدولة أخرى هذه خاصية مهمة للمغرب وبالتالي أنا كنظن في الاقتصاد كي خصنا دائما ندرجو عامل الجفاف ضمن السياسة الاقتصاد ماشي عامل ماشي ندير قانون المالية بناء على التساقطات من دير قانون المالية بناء على حزم الجفاف في السياسات والاستراتيجية التنموية للبلد شكرا جزيلا سيد زهير على كل هذه التوضيحات ونضرب لمشاهدين الكرام موعد جديد ترجمة نانسي قنقر